تعالوا نروح لزمينة الأول فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي مفندوا لقامة نطمن على الأجواء ونرجع لحضراتكم مرة أخرى كل الشكر الكابتن أيمن شاوي وكل التحية لكل مشاهدين مشاهد ومتابعي شاشة قناة الناد الأهلي في كل مكان من هنا من الأسكندرية ومقر إقامة فريق الناد الأهلي وآخر استعدادات الناد الأهلي لمواجهة فريق المصري في المباراة الجولة الثلاثين للدوري المصري الممتاز والمباراة المقرر إقامته على استاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة التسعة مباراة في غاية الصعوبة طبعا كابتن أيمن مباراة مهمة في مشوار الناد الأهلي معسكر طبعا الناد الأهلي هنا في الأسكندرية كان بانطلق مع بداية مباراة الأهلي والاتحاد قبل المباراة باربع عشر ساعة الناد الأهلي كان هنا في الأسكندرية خاض لقاء الاتحاد السكندرية إدارة حق الانتصار بسلسة أهداف مقابل لشيء إداروا نوع من الارتحية والهدوء وارتفع الروح مع نواية عند اللعبين زي ما قلنا مستر ريكاردو سواريش اتكلم في أكثر من نقطة في المؤتمر الصحفي بهذه المباراة على سياسة الاعتماد على النشئين خلال الفترة القادمة وانه بيتكلم دايما بينفذ استراتيجية الناد الأهلي أغلق الفريق صفحة مباراة الاتحاد وبدأ التحضير لمباراة المصري اليوم التالي مباشرة كان استأنف الفريق تدريباته خلال اليومين الماضيين التدريب الأول كان واستشفى لبعض اللعبين اللي شاركوا فيه مباراة الاتحاد السكندري مع جانب خطط لبعض اللعبين اللي شاركوا في هذه المباراة ثم بالأمس كان المران الرئيسي للناد الأهلي هنا على أحد الملاعب طبعا اللي في مقر إقامة فريق للناد الأهلي مستر ريكاردو سواريش اشتغل على أكثر من شق قبل المران كان فيه محاضرة فيديو جمعت ما بين مستر ريكاردو سواريش واللعبين طبعا تكلم على نقاط القوة والضعف وذكر اللعبين بأهمية مباراة المصري طبعا كان تفرج على المباراة الأولى اللي كانت جامعة نبيني للأهلي والمصري فيه الدور الأول هنا في استاد الجيش ببورج العرب وانتهي بفوز نادي المصري تفرج على آخر أربعة وخمس مباراة لفريق المصري البور سعيدي تكلم على أهمية اللقاء وتكلم أنهم فريق منظم وفريق محترم ومعهم جهاز فني بقادة الكابتن حسام حسن جهاز فني محترم شدد على صعوبة اللقاء وطالب اللعبين اللي النشئين بضرورة الاستمرارية وقال لازم نحافظ على الاستمرارية الأداء اللي احنا قدناه أمام فريق الاتحاد السكندري يستمر الأداء مش في مباراة المصر فقط ولكن أيضا في المباراة المتبقية من الجادوري المصري الممتاز اللي احنا لمسينه في قامتنا مع الفريق في حالة من الهدوء في حالة من التركيز في حالة من الارتحية بتنعكس على مستر ريكاردو سواريش بتنعكس على اللعبين التعامل والتناغم اللي بنشوفه بين اللعبين الكبار مع اللعبين الشباب في النادل آلي نحسش أن اللعب الشاب غريب عن اللعبين الفريق الأول في النادل آلي ودي دايما أنه بتنقول عليها الروح المميزة اللي بتميز لعب النادل آلي مع مختلف كل الأجيال النهاردة يوم فريق النادل آلي كانت تناول اللعبون وجبة الإفطار في تمام الساعة العشرة والنصف صباحا ثم وجبة الغداء كانت في تمام الساعة الثالثة محاضرة المحاضرة الفنية المستر ريكاردو سواريش كانت في تمام الساعة السابعة خلال لحظاتها يكون تحرك الفريق إلى ملعب المباراة اللي بيبعد عن مقر إقامة فريق النادل آلي يعني عشر دقايق يكون وصولنا لأستاذ الجيش ببرج العرب الأستاذ اللي أشاد به مستر ريكاردو سواريش وقال واحد من أفضل الملعب اللي لابنا عليها خلال الفترة الماضية طبعا اتحاد المصري لكرة قدم كان أسند المباراة تحكميا للحكم الدولي محمود البنة هيعونوا في هذا اللقاء سمير جمال وسامي هلال الحكم الرابع أحمد صلاح اتنين على تقنية الفارة طارق مجدي وأحمد جمال طبعا كل التوفيق لفريق النادل آلي في هذه المباراة تكون استمرار للأداء الجيدة اللي شفناه في مباراة الاتحاد السكندري يستمر الأداء والظهور بشكل أكثر مراعي اليوم أمام فريق المصري وتحقيق انتصار من جديد تعود الكلمة للكابتن آيمان شاوي شكرا جزيلا الزميل العزيز فاروق صلاح هيمكن نتكلم عن أكتر من نقطة فاروق طب مننا على الأجواء